اتفاق الولايات المتحدة والحكومة في العراق مجرد خطوة يمكن أن تؤدي إلى تخفيض عدد الجنود الأمريكيين الذين لا يزالون في العراق لكنها ليست مغادرة نهائية حاليا هذا ما تؤكده وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في إدارة بايدن شبكة ABC News الأمريكية ذكرت أن المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ قالت أن الاتفاق لا يعني أن الولايات المتحدة كانت ستجر انسحابا من العراق بل انتقالا إلى علاقة عسكرية جديدة منفصلة عن التحالف الدولي المستمر منذ عقد من الزمان وكررت هنا على حقيقة أن ما يحدث هو انتقال لمرحلة جديدة وليس انسحابا كاملا ولفتت الشبكة أن الاتفاق الأمريكي العراقي لا يتضمن تفاصيل بشأن عدد القوات التي سيتم سحبها والتي يبلغ قوامها حاليا 2500 جندي كما لا يتضمن كيفية الانسحاب من القواعد التي ستبقى قيد الاستخدام خلال العامين المقبلين من جانبه قال موقع ميديالاين إن القراءات الأمريكية لقرار حكومتي بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي وجدولة انسحاب قواته من العراق تباينت ما بين من يراه قرارا طبيعيا بعد انتهاء الحرب ضد داعش وبين من يدعو إلى ضرورة حدوث انفصال واضح للقوات العسكرية الأمريكية عن العراق وهي مهمة ستقوى على عاتق الرئيس الجديد في البيت الأبيض وذكر الموقع الأمريكي أن القرار جاء وسط توترات متساعدة في الشرق الأوسط حيث تزيد المعارك في فلسطين ولبنان من مخاطر نشوب حرب إقليمية أوسع التقرير أشار إلى أنه في المرحلة الثانية المتصورة من خطة الانسحاب فإن الولايات المتحدة ستبقي على وجود محدود لقواتها حيث لا تتضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا ما ينص على تعهد واشنطن بعدم التدخل العسكري ولو بصورة ضربات جوية ضد أهداف المعادية حتى من دون التنسيق مع الحكومة في بغداد